طيب ممناسبة بقى الحديث عن الكرة الافريقية النهاردة صباح اليوم قدرت احصل على معلومة مهمة جدا متعلقة بالسوبر ليج يعني اعذروني هقول دايما السوبر ليج اختصارا انا عارف المسابقة اسمها مسابقة الدور الافريقي الممتاز ولكن اختصارا للاسم الشائع في الشارع الرياضي المسابقة اسمها السوبر ليج اللي بالتأكيد الاهلي ان شاء الله على مشارف المشاركة فيها يوم عشرين عشر النهاردة الصباح قدرت احصل على معلومة مهمة جدا متعلقة باقامة القرعة يوم السبت اللي جاي خلاص اخيرا كلامك كثير على السوبر ليج على مدار اكتر من حوالي سنة بنحاول نجيب اوراق نشوف مستندات نشوف ايه اللي بيحصل نكلم مصادر نروح نكلم ناس في الشركة الايطالية للاتحاد الافريقي جنسيات متعددة عشان نوصل لأضاق المعلومات تأكدت رسميا ان خلاص تم تحديد معاد السبت المقبل موعدا لاجراء قرعة السوبر ليج تصنيف فرق السوبر ليج وده نقطة مهمة جدا عشان لما تتعمل القرعة تعرف انت هتلاعب مين تصنيف فرق السوبر ليج الاهلي على رأس الفرق المصنفة زي ما انتوا شايفين على الشاشة وده الجزء المتعلق بالتصنيف وتقديم الفرق التمانية اللي هتشارك فيه افريكان فوتبال ليج الدوري الافريقي لقرة القدم الفرق الاربع المصنفة الاهلي الوداد الترجي ماموليدي سانداونز اوكي؟ طيب الفرق المصنفة التصنيف التاني اللي انت بقى هتواجه حد منهم مازنبي بيترو أتلتكو سيمبا التنزاني وإنيامبا النيجيل الاهلي هيواجه واحد من الاربع دول يوم السبت اللي جاي هنعرف مين منافس الاهلي في الدور ربع النهائي لمسابقة السوبر ليج ان شاء الله السابت جاي هنعرف مين المنافس القرعة هتحدد بعد ما تتخطى الدور الأول في حال مثلا يعني تعالي نعمل كده مثال نقول مثلا الاهلي هيقع مثلا مع اينيمبا والترجي هيقع مثلا مع تيبي مازنبي الفائز من هنا وهنا هيلعبوا بعض في الدور النصف النهائي تمام يعني القرعة هتحدد الدور الأول اللي هو الكوارتر فاينال الاهلي هيواجه مين من الاربع اللي قصاده مازنبي ولا بيترو أتلتكو ولا سيمبا ولا اينيمبا وبعد المكسب في الدور ده هيتحدد من خلال القرعة مثلا هتواجه الفائز ما بين الترجي وتيبي مازنبي او تواجه الفائز ما بين ساندونز والبيترو أتلتكو او تواجه الفائز ما بين الوداد مع سيمبا التنزاني فالقرعة هتبقى كفيلة بتحديد كل شيء من أول الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية وموعيد البطول احنا عارفينها من 20 اكتوبر حتى 11 نوفمبر الكلام اللي وصل لغاية دلوقتي ان القرعة هتكون اونلاين القرعة هتبقى اونلاين مش هيكون فيه مساحة ان يكون فيه حضور للوفود الممثلية للاندية في هذه القرعة ده الكلام اللي بيتقل لغاية دلوقتي لكن حتى الان القرعة هتبقى اونلاين في مقر الكاف القاهرة يوم السبت اللي جاي ان شاء الله طيب ده ملفه مهم جدا تكلمنا على الاهلي معسكر النمسا اشتركوا في القناة